والتلاهي وكده فكت وانا بصور سنبل بعد المليون كان بدايت بقى كل اللي فات ده عما انا اشتغل مصرح 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 محدش عارفني موضعتش في التلفزيون كان اول مسالس فكنا بنصور في طابة كان اول قافلة فنية تدخل سينة بعد تحريرها اه فانا في نويه بقى جو بقى جميل وحاجة بقى واما اضراكي ما سينة يعني فقلت ايه طب احنا احترفت التمثيل وبقى بتاع ومش عارفه وبعمل ايه وبسوي في حاجة نقصاني فاكتشفت ان اللقصني ده ان انا بقيت 34 سنة وما اتجوزتش فجأة كده فجأة اه والله ناعد مع نفسي وخدت خرار كانت العيلة نقصك عيلة يعني اللي هو من احساس العيلة الكبيرة نفسها اعمل عيلة صوارة اه فعادت افكر طب اه يعني ايه في كل اللي عرفتهم يعني في خلال حياتي وبتاعه وكده مثلا انا بس ده عصبية قوي اتعارف ايه اصلا اهتمة متى غير اهتمة اصلا اطول مني اصلا صوتها عالي اصلا فروحت ايه جايب ورقة ورقة فلوسكاب كده ايه وكتبت ايه يعني ايه ملامح الزوجة او الشروط يعني انا عايزها في الزوجة بتاعتي ورحت كاتب بوينس كتير اوي نقط كتير اوي اللي انها ما تبقاش اول حاجة كتبتها ايه ايه مستوى العلمي والثقافي مقارب ليا ايه ما تكون تبقى افطولي اه واقصر مني ايه مش عارف القوام ما تبقاش تخينة مش عارف ايه كان كده عاد تهجس يعني والون السعر كل المواصفات الخارجية والمواصفات الداخلية وبعدين وبدأت ادور على عروسة بالمنطلق ده نسيت كل اللي عرفتهم في حياتي وبدأت ايه عايز اتجوز بالشكل التقليدي كويس فجأة اللي هو زي ما ابويا تجوز وكده لكن ما روحتش عند الخطبة قلت له خدي الورقة دي لا لا مش للدرجة دي لا الورقة دي احتفاصت بيها سر اه كان مرات اخويا كبير ربنا اديها الصحة ايه اه بتدورلي بقى مراتات اخواتي دورولي بدان وبعدين ادخل اه اخرج اراجع الورقة لا الشرط ده مش موجود لا الشرط ده مش موجود اه انسحب وانسحب بقى ايه بصعوبة واعد اجيب العففية وعشان مسألة محرجة جدا ايه لغاية مقابلت مراتي مع خالها بالصدفة والله مدام ناجو انا اول ما شفتها قلت ايه الست دي حتبها مراتي يا سبحان الله وفعلا اتجوزنا و والحكاية كلها تمت في 13 وقاعد بقى وعد وقت كده ايه وبعدين بقلم كده في الدفاتر اللي كنتوا معا ده اكتب فيها لقيت الورقة لقيت الورقة فببص في الورقة كده الورقة الشروط اللي انا كنت ماشي بيها عمال ادور بيها لقيتها مراتي تقريبا مفيش ولا شرط كده برضو انا قلت دي حتب لا ما انت عجوف ده حب بقى قلت كنت محدد انها تبقى اصغر مني بسانة اثنين مراتي اصغر مني ب13 سنة كنت محدد انها لازم تبقى فطولة واقصر مني مراتي اطول مني كنت محدد انها مش عارب ايه بس ربي نسطر مراتي عصبية شوية يعني ايه فبصت قلت سبحان الله يعني الحب غلب سبحان الله سبحان الله فعلا والاسم والنصيب الاسم والنصيب والحب اللي انت حبتها من اول نظرة اه شفتها قلت دي حتب امراتي ورغب بص في 13 شهر دول ممكن اختلافنا ساعات في كلام مبتاع اه انما الحكاية ماشية الحكاية ماشية ماشية اه ودنوقتي بقى 27 سنة اه ماشاء الله اه دي كان بداية تكوين العيلة بقى الصغيرة كويس انت بقى خارج من العيلة الكبيرة الاساسية اه خدت ايه من العيلة دي عشان عايز تزراحها عندك في عيلتك او تأسسها اه والله حلو حلو اللي تريده اه مهم قوي انا تسرت جدا بتركبته ابويا الله ارحمه ارحمه كان سايب لومي ادارة البيت الستات يبدو انهم في الادارة بالفطرة اه فعلا فعلا اه مميزين عن الرجالة في العكاية صحيح وانا بتركبتي بقى قال يعني فنان ايه ومشغول بالأدوار ايه وممكن يجي للواحي فاكتب حاجة وبتاع قال يعني يعني فايه عايز على طول ابقى في ايه مش عايزة نشغل بقى بمشاكل البيت قصة عايزين نجيب كذا عايزين نزود مش عارف بيه فانت سبت كل المسؤولية دي سبت لها المسؤولية ده من بيتك الاساسي اه ده خدته بقى وطبقته واضح انه روح العلاقة اللي كانت بنسى عبدالله اللي هو ابويا ابو حضر كما كانت تناديه امي كانت تقول له قال لا يا سي عبدالله والله لازم اللي درجة انا كنت فاكر ان ابي اسمه كده سي عبدالله يعني فاكر ان اسمي صلاح سي عبدالله حسنا حسنا